اشتركوا في القناة وتعلن اللجنة هنا عند البداية عن انطلاقة شوطن الأول الرئيسي لأول مرة هنا لمسافة 1500 متر ونتمنى دائما التوفيق والنموس لأخوة المشاركين بسم الله على بركة الله وحفظه شكر دائما موصول إلى نادي دبي لسباقات الهجن العربية الأسهيلة والشكر أيضا موصول إلى رئيس اللجنة العليا المنظمة سعيد بن محمد بن خلفان بن حزيم وهنا دائما موقع الناموس بحشه على المركز الأول مسيطرة على أول المراكز سعيد بن راشد بن مرخان أن اجتبه قائد أحد الفيالق هناك في ميدان الإهباب أن نقل هنا على ضو سالم بن خلفان بالعري أن اجتبه مرحبا بهذا الشعار شعار الرياضية أيضا يتواجد في صنة طفولة بينما اللي في المركز الثالث برلي على ثالث المراكز للسيد سلطان بن راشد بن سلطان اللي اجتبه شوطن الأول ينتغل إلى رابع المراكز سالهودة عبد الله بن علي بن عجيل وفي المركز الخامس هناك من تأتي مودة لسيف بن راشد شعالي العليلي الله هي النتيجة هكذا كانت النتيجة أبهشت الجماهير بهذا الشعار العمر شعار الخطر دائما يتواجد مع براشد سعيد بن راشد بن مرخان الاجتبه ما شاء الله تبارك الرحمن يا براشد أنتغل وياكم هناك لا هنا برلي على ثاني المراكز سلطان بن راشد بن سلطان اجتبه وفي المركز الثالث وصل شعار عجيل وصل عبد الله بن سلطان بن عجيل أيضا يتواج عبد الله بن علي بن عجيل وفي المركز الرابع مودة مودة سيف بن راشد العليلي ولكن أبهشه أبهشه على المركز الأول مسيطرة على مقدمة الشوط سعيد بن راشد بن مرخان الاجتبه أحد شبابنا في هذا العالم متعودين دائما وابهشه حتى هذه اللعبة تستفتح الكيلو ولا خمسمائة متر لأول مرة بالحقيقة في انطلاقة ميدان ضول هذا السن ولهذا المسافة النقلة هناك على المركز الثاني برلي على ثاني المراكز سلطان بن راشد الاجتبه وفي المركز الثالث أول نداء شان أيها الإخوة حمد بن ناصر الهاشمي تهانينة والناموس والسلام عليكم يا ابناء بن مرخان سلام عليكم يا هالي الهباب وبهشه أيها الإخوة هي صاحبة الشوطة المركز الثاني سلطان بن راشد اجتبه المركز الثالث هناك شان حمد بن ناصر بن سالم الهاشمي ما شاء الله تبارك الرحمن دقيقتين وثانيتين ما شاء الله وعشرين عفوا دقيقتين وعشرين ثانية واحد وستين جزم الثاني تهانينة لمالك بحشه سعيد بن راشد بن مرخان اجتبه ويضا التهاني موصوله لمحمد بن راشد بن مرخان اشتركوا في القناة